السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكا شباب اعملين ايه معاكم زمانتكم من تيم اول ان شاء الله النهاردة نتشرح الفيرنكس هنبتدي كده بمقدمة وسيطة عن الاناتومي والفيسيولوجي بتاع اول حاجة معنا الاناتومي وبالفيرنكس يعني ايه فيرنكس دي عبارة عن فايبرو ماسكولار تيو تمام لاين دوز مايكوزة موجودة في الميد لين اف ذا نك والطول بتاع حوالي اتناشر نصف سنتي طبعا كلام ده احنا عارفينه الاكيستيرشن بتاع بيقولك ان هيم تبتد من اول اللي هي الحيطة دي كده تمام لحد ما توصل لي المفروض ان هيم كاملة بس هيا مش باينة معنا هنا في الرسمة طيب هي موجودة في النص قدامها هتلاقي الموس والماوس واللارنكس من فوق لتحت ده قدام لكن هتلاقي وراها الابر سيكس سيرفايكال فرتيبري فبالتالي هي قدام يعني قدامها النوس وقدامها الور الكافتي وقدامها اللارنكس فبالتالي انها اسمل ثلاث اجزاء النيزوفارنكس والاوروفارنكس واللارنجوفارنكس تمام كده هنتكلم عنه من تيتلس بعد شوية طيب اللاينينج بتاع اول اول بتاعها بتكاوم من ايه بتكاوم من اربع لير اول لير عندنا الميكوزة والميكوزة دي معادة طبعا النيزوفارنكس اللاينج بتاعها بأرسبارات الايبيسيليم اللي هو زودو ستراتفاي سيليت تتقلمنا الايبيسيليم تمام تاني حاجة عندنا اللي هي الفارينجيا الابنروزوس ده عبارة عن لوس ليير من الكنيكتيف تيشو ودي اللي جواها ودي اللي جواها اللي فويت تيشو تمام برضه هناخد الفانكشن بتاعته بعد شوية خلاه دلوقتي تالت لير عندنا المصلير ودي بتتكون من ثلاثة كونستريبتور مصر اللي هما السوبيرير والميدل والانفيرير اهي دي السوبيرير ودي الميدل ودي الانفيرير بعد كده الطبقة الرابعة والاخيرة اللي هي الباكو فارينجيا الفاشة اللي احنا تمام الباكو فارينجيا الفاشة دي عبارة عن اي دي بقى بتحوض لنا الفارينجس مبارة عشان كده احنا اصلا سميناها فيبرو ماسكولار تيوب الفايبرا ستير اللي بارة خالص الباكو فارينجيا الفاشة وطبعا الماسكولار لير اللي هي عبارة عن التلاتة مصر السوبيرير والميدل وي الانفيرير كونستريكتور مصر طيب نجي بعد كده عندنا حاجة اسمها الولداردس رينج بش احنا قلنا في الطبقة التانية اللي هي في الابنروزز عندنا قلنا ان هي عبارة عن مياس من الليمفويت تيشو اهي بقى الولداردس رينج دي عبارة عن الليمفويت تيشو الليمفويت تيشو ده موجود في كزا جزء يعني انت لو بسيت عليه هتلاقيه اربع اجزاء اول جزء معانا الفارينجيل او النيزوفارينجيل تنصل ده عبارة عن الليمفويت تيشو موجود في الروف بتاعت النيزوفارينجس التاني اللي مفيد تيو عندنا اللي هو موجود التونسل ده يعبارة عن اللي مفيد تيو موجود حولين الإورفس بتاعت اللي ستيكين تيوب المفروض ديك فتاعة الفتحة بتاعت اللي ستيكين تيوب فهي موجودة حولها هنا. تالت واحدة معانا اللي هي البلاطين تونسل ديلة اللي موجودة ف الموز عندنا وده اللي بتلتهي بقى وبتام ال blew size عن الاطفال الصغاري بعد كده عندنا تولينج والتونسل دي موجود في ال chimiques a depos of the tongue اللي هي لما بتلتهب بتعمل وقادي اللي هي المرقمة اللي احنا عارفينها دي وبعد كده عندنا اللي موجودة في وبتاعة اهي ده بالنسبة لي طيب بتاعته ايه دي بتاعته مناعة بحيس ان هي تعمل لأي هيدخل مع او هيدخل مع الاكل فتمسك ده عشان ما يحصل لقشي بعد كده ان يسهد بتاع طبعا احنا مقسمينها لتلات اجزاء النيزوفرينيكس واوروفرينيكس والهايبوفرينيكس النيزوفرينيكس اللي مفاتيك بتاعته في الاخر هيروح للقرب والقرب 2017 والهايبوفرينيكس ابر والولور طيب بالنسبة للنيرفو صابلاي يا اما موتور يا اما سانسوري موتور عشان التلاتة قنستريكتور مصر فهتتغزى من الفيغاس نيرف طيب يا اما سنسوري السنسوري ساب لاي عملنا النيزوفارنيكس هياخد من الطراجيمينل والاوروفارنيكس الجلوسوفارينجيل والهايبوفارنيكس برضو هياخد من الفيغاس طيب تعالا بقى نتكلم على الاوروفالنيزوفارنيكس بالتفاصيل شوية اول حاجة عندنا النيزوفارنيكس هيبتدي من اول فين لفين الاجستنشن بتاعه هيبتدي من اول أول حاجة هو موجود فين أصلا من اسمه موجود لأن احنا قلنا فهو قدام لأن أنا قلت لك أن هي في النص قدامها ووراها فأول جزء معنا هتلاقيه من وراء عند الفرس بتاعها من اول هي مظهر اول من على الرسمة هنا بس اخدها من اول هنا كده. تمام? لحد ما يوصل لي الحتة دي كده. ده كده الحتة دي كده بالزبط. هي دي بقى عندنا. زواني معلوشي عشان في حاجة غلط هنا. اهي. هي المفروض عندنا هيبتدي من اول هنا. دي البداية بتاعته. فبالنسبة بقى ليه فها هو بتاعه من اول لحد الصفت بلد. يعني الحتة دي كده. ده كده بتاع النيزو فارينكس. تمام. فبالتالي بقولك انتيرو لي مع النيزة الكافتي قلناها كتير قوي. هيكمل بقى لي القول فارينكس. اللي بقى في هنا عند الصفت بلد هنا في حتة اسمها عند اليوفيلا هنا بقى في اسفين كتار. الفايدة بتاعت الاسفين كتار ده. قفل لي النيزو فارينكس بحيث ان الاكل ما يطلعش على النيزة الكافتي. وكمان هناخدها في الفيسيولوجي بعدية. طيب ده بالنسبة لي النيزو فارينكس. داني الجزء بقى عندنا اللي هو اللي هي الحتة دي بقى. هكمل من اول الصفت بلد لحد ما يوصل لي الابو جلوتس. ده بتاعه. تمام. يبقى هو الانتيرولي مع الورال كافتي. سبيرولي بقى فوق هو اللي في النص عموما الورو فارينكس فوق النيزو فارينكس. وتحت طبعا الهايبو فارينكس. ده يقول لك بقى ايه? الانتيرول اند البوستيرولبيلر. ده عبارة عن اي? ده عبارة عن ميكوزة الفولتس موجودة جوه في الورال كافتي. آدي الانتيرولبيلر. الحتة لقدام دي كده. وآدي البوستيرولبيلر. هتلاقي فيه حاجة كده في النص انبديد ما بينهم منا. ديه اللي هي البلطينة تنسل. تمام كده. تمام. يقول لك بقى ايه? البلطينة تنسل. لايز ان اللاترال والوون تمام? يجي بعد كده على الجزء الثاني من اللي هو تمام? او اللي هو بتاعه برضو رقم تلاتة وستة. تمام? بتاعه بقى هيمتد من اول من اول هنا كده لحد ما يقميني عند اللارينكس. اللارينكس اصلا بتتكون من ايه? كراسمة تروكيت هده للارينكس هتلاقيها بتتكون من حاجة اسمها السيرويد كارتلج شبه التاج كده. بتبقى نايمة على كارتلج اسمه الكراكويد كارتلج بيدي لي سجنة فيه بقى في النص هنا ما قلت من هنا وفيه كده قلت من هنا دي الحتة دي اسمها في قصة. تمام? دي كلها بيتبقى قدام الفارينكس. قادي على الرسمة عندنا هنا. تمام? نأسف على علام قطاع نرجع نكمل تاني تعلي نقره يبقى هو بتاع اللارينجي الفارينكس ممتد من اول لحد الليفل اف اللور بردر اف الكراكويد كارتلج انفيريولي. تمام? كومنيكيد انتيرولي مع اللارينكس سرو اللارينجي انفيريوليوز الاورو فارينكس وانفيريولي بقى هيكمل مع الاسوفيجاس. تمام? يعني احنا عندنا الفارينكس عندنا. تمام? هيبقى هينزل بعد كده ويكمل معانا بي الاسوفيجاس. الفيتشارز بتاعته اطلائز نتقول لبيهاند اللارينكس. بتقول تلات حاجات. ايد البوستير وكراكويد كارتلج من هنا. ومفروض في اتنين فصة عندنا على الجنبين. اسمهم اللي هي دي كده. واللي هي دي كده. ودي عندنا اللي هي الكراكويد كارتلج. والمفروض بقى الفارينكس وورا من هنا. يعني اللي بصت هنا مفروض هنا الفارينكس بقى. يعني حتة دي كلها كده دي اللارينجي وفارينكس. تمام. نيجي بعد كده بقى على التونسلز او اللي احنا قلنا عليه. قلنا عندنا الفارينجيال تونسل وفيه عندنا البلاطين تونسل. الفارينجيال تونسل دي عبارة عن ماس من اصاب ابيثيليم. وهي جزء من الولدارلينج. اتس فري سيرفس اسكافرد وزودو ستراتيفايد سليات اتقلمنا ابيثيليم. بص بقى سبنا من الكلام الكتير ده. قد عندنا الفارينجيال تونسل. تمام? موجودة فين بالزبط. ده المفروض ده الروف بتاع المفروض. واده عندنا الحتة دي كده فهي موجودة بقى فين? عند الروف بتاعة والبستيريول هنلاقي الفارينجيال تونسل دي. الفارينجيال تونسل دي شكلها لو بسيت على الشكل بتاعها سويني هتلاقيها بديها شكل هرم شوية كده عاملة كده شوية. شكل هرم شوية. بس الفكرة بقى ان هي نقط كابسوليتد. تمام? والفارينجيال تونسل دي. تمام? تونسل بتعملي كده بروجيكشنز. تمام? بس كده. البروجيكشنز دي اللي هي بتاعها. فبيقول لك اكيد لان هي موجودة في النيزو فارينجيكس. تاني حاجة موجودة عند الجنكشن بتوين الروف. عند البستيريول للنيزو فارينجيكس وهي زي ما قلنا. وشكلها عاملة طبعا هي مش عندها كابسول. فبالتالي بتاعتها. خمسة لستة اللي احنا اللي استقلسمينهم دول. وزي لان احنا قلنا ان هي مش لها كابسول. ده بالنسبة ليه تمام? هتاخد نفس اللي فاتك بتاع النيزو فارينجيكس في الريترو فارينجيل لينفنود. وفي النهاية تروح ليه بعد كده عندنا البلطان دي شكلها عاملة ازاي? دي شكلها موجودة اه من الصبق بسيليم لينفايد تيشو. برضو جزء من بس الفكرة بقى ان هما اتنين تنسل. ادي واحدة. بالتانية اه وموجودة بتوين الانتيري روي البوستيرو اللي هم عبارة عن الميكوز الفولدز اللي موجودة في الورال كافتي. قال لك باب من هي افويد ماس فهي ليها ابر بول. وليها الوار بول. الابر بول بتاع تمام هيبقى موجود في الصوفت بلت. اهيات ريتشي سلي الصوفت بلت. واللوار بول بتاعتي هتبقى موجودة عند البيز افزا تانج. طيب اللاترال سيرفس بتاعها هي ليها ميديا السيرفس. تمامت عنا نرسمها على جنب هنا. يا شكلها عمي كده بالزبط. ليها ميديا السيرفس وليها لاترال سيرفس. اللاترال سيرفس بتاع اللي ريليتد لحاجة اسمها التونسيلر بيد. التونسيلر بيد ده عبارة عن سبيس من الكنيكتف تيشو بيكون فاصل ما بين الكابسول بتاع البلتاين تونسل. وما بين السبيرور كونستريكتور بتاع الفارينكس. فديت الباوندرز بتاعتها لاترالي. انما ميديا لي ده الفري سيرفس بتاعها. والكافرينج بتاعها تاخد نفس الميكوزة بتاعت باورال كافيتي. استراتيفويد اسكويمس ابسيليم. وده زي ما قلنا. وده كده اللوار بول. آآ وبعدين بقى بتاعتها دي بقول عليها كريبتز. تمام? وفيه واحدة كريبتاية كبيرة كده فوق فعند الابر بول اسمها الكريبتا مجنى. لو جت قرأ هتلاقي كل اللي انا قلت ده مكتوب بالزبط. اهو الابر بول ريتشيز الصوفت بلد. واللوار بول الباز افزا تانج. اللاترال سيرفس ريليتد للسبير ركونستريكتر مصل. افزا فارنيكس. تمام? والمصل دي عملا لالبات بتاع الطمسل. والفري ميديا سيرفس بيتكاوم من 12 ل 15. بقول عليها الكريبتز. تمام? وده موجودة طبعا في السابستانس افزا تومسل لان احنا قلنا ان هي لاكة بسهول. اللارجي كريبت لايز نير افزا ابر بول اوف التنسل. بقول عليها الكريبتا مجنى. السيفري ميديا سيرفس ازكافر دويز استراتي فايد اسكولما سيبيسيليم زي ما قلنا. واللاترال سيرفس بتاعها فايبرا ستيشو كابسور ده عبارة عن كوننتفتيشو سبيس اهو. كولد البريتان سيبارت ما بين الكابسول بتاع الطمسل. ومين والبرد بتاع اللي هي مين البرد بتاع اللي هي السبيرر كونستريكتور مصل. الارتيرير سابلاي بقى بتاع البلاطين تنسل. اعتقد اللي حتة دي مهمة. عشان فيما بعد لما تيجي تعمل عملية التنسل القطمي ما تدربش اي ارتري من دول ويحصل لالطفل ده. طيب. المفروض فيه قوة من كروتد ارتري هيديلي انترنر كروتد. هيديلي الانترنر كروتد. وده المفروض الكسترنر كروتد ارتري. الكسترنر كروتد ارتري ده هيديني الفاشية الارتري. وهيدي ايني? اول واحد بالترتيب كده. وبعدين الفاشية الارتري. وبعدين اللي هو ده كده. وبعدين المجزيلاري. طيب. هيخرج منه برانش منه اسمه الدورزاليز لينجوال ارتري. والفاشية الارتري هيخرج منه اتنين. الاسسيندنج بلاطين ارتري اللي هو ده. والتنسلر ارتري. وبعدين الاسسيندنج بلاطين ارتري. كل ده الارتيرير سابلاء بتاع التنسل. تمام? يبقى تاني الارتيرير سابلاء بتاع التنسل. ادي اللينجوال ارتري. هيديلي برانشا صغيور الدورزاليز لينجوال. و deu عندنا الفاشية الارتري. الفاشية الارتري ده. هيديلي اتنين. هيدلي ده الطنسلولار وده الاسسندنج بالطين. وبعد كده ده الاسسندنج فارانجال والمكزيلاري هيديلي الاسسيندنج بالطين وكل ده بقى ارتيار سابلايلي التنسل. تمام نفس الكلام اللي مكتوب الزبط. الليمفاتيك درينيج بقى عندنا بما انها في التنسل فهتاخد الليمفاتيك درينيج من الجاجلو دايجاستيك لينفينود. اللي adesso دي موجودة ما بين البستيرر بريلي الدايجاستيك مصل و وفي الاخر برضو هتروح للأبر ديف سيرفايكل لمفينوت. طيب ده كده كجزء الاناتومي. نجيبها بعد كده على جزء الفيسيولوجي. ايه الفانكشن بتاعت الفارنكس? سواني معنشي. ثانية احدى. الفيسيولوجي بتاع الفارنكس ايه هو? عندنا او الفانكشن ليه او الاسوالون. تمام? واخدنا الفيسيولوجي الجي اي تي. الاسوالونج عندنا بنمر بتلاتة فيس. او الفيسي عندنا اللي هي اللي هي المرحلة دي بتبقى دي اللي انت بتعملها. عن طريق ان بيحصل للطانج فبينقل البولس افوت للفارنكس. ينقلها من حد ما وصلها للفارنكس. في الستيج دي الماوس طبعا بيبقى كلوست. والبولس دي بتبقى موجودة على الميدل ثيرد افزا طانج. الطانج بيحصل له وارجع ورا على الاورو فارنكس. بعدين ينزل الاكل في الفارنكس. فهنا بقى في الستيج دي هتبقى لان انا هنا هعتمد على اللي هي عبارة عن ايه? ادي البولس افوت موجودة في الفارنكس. هنا كده. فالمفروض ان هيحصل عند الجزء ده كده. المفروض هيحصل كنتراكشن. بحيس ان انا هعمل كنتراكشن هنا. في الجزء اللي تحت. علشان انزل البولس افوت موفق اللي تحت. وافضل ماشى بقى على نفس السيكونز ده كده. قالك في الفارنجي الفاز هنا بتحصل تلات حاجات. ايه تلات حاجات? المفروض ان انا هقفل النيز وفارنكس. بحيس ان الاكل مايرجعش على النيزة الكافتي. ده اول نقطة. وكمان وهو نازل انا عايزها ينزل من فارنكس الاوسوفيجس. مش عايزها ينزل للارينجيو فارنكس. علشان ما يسدليش الايروي. تلات نقطة عندنا بقى زي ما قلنا. المصاري الطبيعي بتاعه ان هو ينزل من الفارنكس للأسوفيجس. فكون ان ينزل من الفارنكس للأسوفيجس. تمام ده معتمدين فيها على البرستالتك موفمينت. طيب انا دلوقتي بقى عاوز اقفل النيزة الكافتي. يقفله ازاي? فاكرين اللي سفينكتر اللي كان موجود عند الصوفت بلد. هيحصل لكونتراكشن. يقفل لنا النيزة الكافتي علشان الاكل ما يرجعش على النوز. تلات حاجة عندنا هيحصل بحيس ان هي تتقفل بالجلوتس علشان الاكل ما ينزلش ويحصل له اوبستراكشن. يبقى في الفارنجيو الفيس مرينا بثلاث مراحل. اول مرحلة ان الفارنكس ترانسفير البولس اففود للأسوفيجس عن طريق البلاستالتك موفمينت. تاني حاجة عندنا تبقى عن طريق الصوفت بلا تنوفز افورد. ان دي باكورد سيبرت انيزو فارنكس من الاورو فارنكس فانا هقفل بال لسفينكتر ده. دلت حاجة عندنا سكيب اوف البولس. زي ما قلنا. ان انت مش بتتنفس جرب كده بلع وشوف النفس مش هتلاقي نفسك مش بتتنفس. ويكلوجل للارينجل اسفينكتر تمام. وياليفاشل للارينجس بحيس ان هي تتكوفر دباي الابيجلوتس. وبعد كده بيحصل ريفليكس كافنج لو لا قدر الله اه اي حاجة من الاكل دي نزلت عندنا في الايروي. بعد كده بقى الاكل خلاص بينزل من الفارنكس للسفكس برضو في الاستيج دي بيتبقى انفولنتري موفمنت. ده اول فانكشن للفارنكس اللي هي اللي سوالون. تاني فانكشن لي للرسبيراتري فانكشن بقى. عبارة عن ايه? وسياسيد. انا دلوقتي الايروي عندي هقسمه في حتتين. عندنا الابر ايروي وعندنا اللوار ايروي. طيب انا دلوقتي عايز ادخل الهوى. يبقى المفروض ان انا اعمل جوه عشان اقدر اخد الهوى ده من بره. تمام. ده اللي بيحصل طيب في نفس اللحظة دي المفروض ان هو بيبقى يضيليت علشان يستقبل الهوى ده. يبقى فوق بيضيق عشان ياخد هوا ومن تحت يوسع يستقبله. بعد كده المفروض ان انا عاوز اعمل بيحصل العكس. من تحت بحيث ان انا اخرب ومن فوق بقى ايضيليت ان انا اخرجه على بره خالص. ده ارضو مش فاهم ايه دور الفارنكس هنا. دور الفارنكس وانت بتعمل احنا عندنا فيه نيزو فارنكس. تمام? وفي عندنا الاورو فارنكس وفي عندنا اللارينج فارنكس. ده المصار بتاع الايروي الطبيعي بتاعنا. تمام? قال لك بنت عندك في الاورو فارنكس هنا مفيش ريجد اسكيلوتن حاجة صلبة. ان هي تمسكه بحيث ان هو يفضل مفتوح علشان ادخل الهوى من النوز للفارنكس للارينكس واكمل. فبالتالي النجاة البرشر اللي حصل في الاورو ايروي ده ممكن يعمل كلابس لي الاورو فارنكس فبالتالي الحتة دي هتديق قوي فانا كده سدت مجرى الهوى. فهنا بقى ييجي دور الفارنكس اللي هي عندها حاجة اسمها عندها حاجة اسمها تمام? التونك بتاعيتها ايه? ان هي تفضل تفضل محافظة على الفارنكس تفضل تخلي يعني تفضل مفتوحة. عشان ما يحصلش الكلابسة عند الاورو فارنكس هنا ويسديني ايروي. فالفارنكس اكتاز زي ما قلنا عرفنا ان هي بتنقل الهوى من والفارنكس المصل عندها بقى التونك دايليتور اكتيفتي دي مهمة زي ما قلنا عشان تعمل جوا في الاورو فارنكس كلها بسبول. فبالتالي هو لو مش عندها الاكتيفتي دي زي ما قلنا هتسد الايروي. فهي بقى التونك دايليتور اكتيفتي تفضل محافظة على الفارنكس ان هي تفضل مفتوحة عشان الهوى يدخل ويعد من الفارنكس يروح على اللارينكس. دي تاني فانكشن ليه? تالت تالت فانكشن ليه? اللي هي الاسبيتش فانكشن. تمام? ازاي بقى ان الفارنكس هل بان سبيتش ريزنانس دي المفروض هتتفاهم قويس قوي لما ناخد اللارينكس لان الصوت هيطلع من اللارينكس وبعد كده المفروض ان الكلام ده انت بتتكلم ازاي? عن طريق الارتيكوليشن اللي بيحصل للماؤس. ومخارج الحروف دي كلها هتبقى من بؤك مع هدا حرف الام والان ده بيبقى خارج من النوس. تمام? فبالتالي بقى انا لما باقي اتكلم عايز اقفل النيزو فارنكس برضو نفس اللي سفين كتر اللي احنا قفلناه. بعد كده عندنا اخر حاجة البرتكتف فانكشن طبعا عن طريق اللي موجود في النيزو فارنكس والبلاطين تنسل اللي موجودة واللينج والتنسل اللي موجودة في الباك افزا تن بحيث لطأ اي جسم غريب يدخل الجسم تعمله ترابينج وتتخلص منه. ده بالنسبة ليه جزء الفيسيولوجي. نيجي بقى على الجزء المهم بتاعنا اللي هو السورس روت. اسفين بقى لو طولنا في الاناتم والفيسيولوجي بس ما كانش ينفع نعديه. طيب نيجي بعد كده على السورس روت يعني ايه السورس روت التهاب الحلق. ده بيقولك بقى. يعني اي مشكلة تحصل في الفارنكس تلاقي زورك وجهة. مش قادر تتكلم. زي ايه? مثلا ممكن تكون اكيوت فارنجايتس. او اكيوت تنسلاتس. او انفكشن في الفارنجيال سبيسيز او كرونيك فارنجايتس. كرونيك تنسلاتس. هنتكلم عنه من details ان شاء الله. اللي ابتدي باول حاجة عندنا الاكيوت فارنجايتس. الاكيوت اللي هو الالتهاب البسيط اللي هيجي في الفارنكس عندنا. سببها ايه? ممكن تبقى وممكن تبقى باكتيريا. زي دور البرد العاد جدا زي الكومن كولد او الانفلوانز. طب لو هي باكتيريا. القومنست ممكن 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 هيموفلس انفلوانز. بتتنقل ازاي دور البرد? بتتنقل ازاي عن طريق روبليت انفكشن? طيب. ده عبارة عن اكيوت انفلاميش. فاكيد في الجنرال سيمتوم هتلاقي عندك فيفر هيدك انروكزيا وماليز. طب موضوعنا بقى الفارنجا السيمتوم. هتلاقي عندك رابد انست اوف سيفير سورس روت اند ريفريكتد اوطالجيا. هتلاقي عندك التهاب حلق شديد ويريفيرد اوطالجيا طبعا بسبب الجاكوبسن برانش من الجلوس وفارنجا نير فاخدناه في القير لما زهنا. طيب انا كدكتور بقى. هعمل ايه مع العيان? هتقس له حرارته هتلاقي الحرارة عنده عالية وعنده فلاشد فيس. لان ده التهاب وطبعا ديورنج الانفلاميشن بيحصل فاظو ديليتيشن عشان كده بتلاقي وشه محمر. طيب كفرينجالساين برضو اكيوت انفلاميشن هتلاقي الميكوزة عنده هايبريميا هتلاقيها برضو بسبب الفاظو اللي حاصل الفيسلز. هتلاقي حاجة اسمها كفرد وزنان ادهرانت يلوشتروميمبريم. تعال بقى نفرق ما بين التروميمبريم. والزودوميمبريم. الفرق ما بينهم. بص يا سيد. التروميمبريم ده عبارة عن غشاء اللي هو انت لو شلته شديته هتلاقي ان هو تكون غشاء عادي. زي زي اي غشاء. انما الزودوميمبريم لا دي بتبقى حاجة ادهرانت. يعني انا لو لو جيت شلتها مش هتلاقي تكوين الغشاء. مش ده بيتكون. التروميمبريم بيتكون في وبرضو الزودوميمبريم بيتكون في بس الفكرة في ايه بقى? ان التروميمبريم بيتكون في العادي. يعني مثلا هناخد في التنصليتس بعد شوية هناخد في اللي هو بيحصل التهاب فبالتالي الالتهاب في الميكوزة بتطلع مثلا ميوقس او مثلا يبقى في كون بص فبالتالي لما تيجي تشيل الليرز دي هتشيلها بكل سهولة هتبقى non adherent هتقدر تشيل طبقة الميوكس اللي متكونة دي هتقدر تشيل طبقة البص المتكونة دي انما في الزود الممبرين اللي بيحصل فيه التهاب بيبقى specific لارجانزمات معينة زي ما هناخد بعد شوية مثلا في الفينسينت انجاينة اللي هو بيحصل damage للإبيسيليم فبالتالي في الصد ميكوزة بيبقى فيها فيبرينجل يتحول لفايبرين فبالتالي بيعملك زودو ميمبرين بس بيبقى adherent يعني الفايبرين ده ده مش تكوين ميمبرين لشان كده سميته زودو ميمبرين بيبقى بقى adherent قوي فلما بتيجي تشيله ممكن يحصل bleeding وانت بتشيله ده الفرق ما بين true membrane والزودو ميمبرين مقارنة على السريع تاني تاني احنا عندنا في حاجة اسمها الزودو ميمبرين وال true قلنا true لو شلته هتلاقي تكوين ميمبرين عادي جدا تمام ده بيحصل نتيجة الانفلاميشن الالتهاب العادي بيتكون مثلا ميوكوس او بيتكون بس فبتقدر بكل سهولة ان انت تشيل الطبقات دي لكن في الزودو ميمبرين لأ غير الزودو ميمبرين بيحصل دامج لي الميكوزة فالصد ميكوزة بتظهر معانا بيتحاول الفايبرينجل اللي فيها الفايبرين فبالتالي بيكون لك لو انت شلت ده فايبرين ده مش ميمبرين عشان كده قلتلك زودو ميمبرين وبيبقى ادهرنت قوي فلما بتشيله بيعمل بليدنج تمام نقط نرجع للموضوعنا تاني يبقى الفرينجل ساينز الدكتور هايبوس هايلاقي فيها هايبريمي عندنا وانان ادهرنت يلوش تلو ميمبرين ده وفي الاغلب هايبقى ميقايد ويوقص يعني والسيرفايكال ساينز هتلاقي اللارج التيندر ابر دي بسيرفايكال لينفينول الكمبليكيشن للأكيوز سيمبل فرينجايتس ان هي تروق تعمل لك قطايتس ميديا او تنزل على اللارنكس وتعمل لك لارنجايتس فبالتالي تريت منت عندنا هادي انتبايتك سيرابي وهادي سابورتي في سيمتوماتيك ميجور ان هو العين ده يرتاح اديل ايشرب سوال كتير اه دي له مسكينات انتبايتكس وطبعا يعمل ايه مضمضة بحاجات دافية ويشرب سوال دافية تمام كده ده بالنسبة للاكيوز سيمبل فرينجايتس يبقى امام عرفنا والحاجة القصف ارجانيزمية فيرل اللي هو زي دور البرد بالكومان كولد او في الوانسا يا اما بكتيريا والقشن ستريبتو كوكا سيمول بتتنقل عن طريق دروبلت انفكشن تمام الجنرال سيمتوم زي اكيوت انفلاميشن عادي جدا في فار هيديك انوركزيا والميليز الدكتور هاقس لك الحرارة اللي لقاها عليها فرينجا لعندك سيفير سورس روت لما يجي الدكتور يبص بقى عيلان ان انت عندك هايبريميا دي اعراض الاكيوت انفلاميشن عادي هادي انتبايتك ويسابورتيف ميجور طيب قلنا بقى ده كده الاكيوت سيمبل فرينجايتس من ضمن بقى الصور بتاعته هياخد بقى حاجات سبسيف شوية ممكن تبقى بكتيريا وممكن تبقى وممكن تبقى ايه وممكن تبقى فانجوي تعالى ناخد البكتيريا اول حاجة عندنا اللي هي اسمها زبحة فينسنت مشاء الله هترجمي عني اللي هو التكافل التوق ارجانيزم دول اللي هما البريليا فينسنتاي والسبيركيد دنتيكوليد تمام البردسبوزنج فاكتورز اللي يخلي البكتيريات دي تعمل كده كوريستيس عيان ما بيهتمش بنظافة بقى خالص باد اورال هايجين فكا جنرال سيمطوم هتعمله فيفر وهيدك برضو وانيروكزيا وماليس طفرينجا السيمطوم عيان ما بيهتمش بنظافة بقى فطبيعا ان هتلاقي ريحة نفسه وحشة تاني حاجة عندنا سيفير سورس روت وبردور يفارد اطلجة هيجي الدكتور يبص بقى عندنا هيلاقي عنده ميلد فيفر ويبص بقى على الفرينجال ساين هيلاقي يعني برضو من دمن اسباب الريحة الوحشة ان هو مش مهتمة بنظافة بقى النكروزز اللي حصل ده كسيرفايكال ساين بقى هتلاقي عنده اللارج تيندر ابر ديب سيرفايكال لينفنود الانفستيجيشن علشان يعرف ايه هو الارجانيزم هياخد مسحة وطبعا نحللها بقى في المعمل نشوف ايه البكتيريا اللي عاملة كده فكتريتميت هتديله انتبيعتكسيرابي وخصوصا البنيسيلين بلاس بيا ايه ان هي البكتيريا دي انورابيك فانا لما خلي الواسط ده انورابيك فيه اكسجين فبالتالي هينهبت الجروس بتاع البكتيريا دي فعشان كده هدي ماوس ووش وجرجل وزهايدروجين بيروكسير علشان يديه الاكسجينيتد ميديم ده بالنسبة لي الفينسنت انجاين يبقى اول ما اقول لك فينسنت انجاينة افتكر عيان مش مهتم بنضافة بقه فهتجيله الاورابيك بكتيريا تقصر عليه فتعمل طبعا نكروزز فتلاقي العيان ده ريحة بقه وحشة فكتريتمنت بكترياية هتديله انتبيوتك وطبعا هوفر له بيئة او اخلي بقه ده يبقى اكسجينيتد علشان ننهبت الجروس بتاع البكتيريا دي نيجي بعد كده على تاني ارجانيزم معانا اللي هو فانجايا لكده خلصنا البكتيريا نيجي بقى فانجايا عندنا حاجة اسمها المنيليزيز او الكانديديزيز او سراش من اسمها يبقى سبب الارجانيزم عندنا الكانديدا البكاية طبعا احنا عارفين ان الفطريات كائنات هفق من الآخر فامت الفطر ويقصر عليك ويعملك سيمطومز ومنفستيشن يبقى المعنى كده ان انت منعتك وقعد زي مثلا انت شخص عندك الايدز او ماليجنانسي او ان انت شخص طيباتك او ان انت بقى بتاخد برولونج ديوز للسيستيماتيك انتباتيك ايه الحكاية؟ طبعا احنا عندنا في حاجة بجسمنا اسمها البكتيريا فلور دي بتبقى بكتيريا نفعة فانا عندنا بقى ان في الفانجاي في البكتيريا دي اللي التال بيبقى شغالين بس بيبقى فيه بالانس فبالتالي انت عمال تاخد في انتبياتيكس كتير فهتموت البكترياية فبالتالي الفانجاي بقى ما هتصدق عايزة تبقى هي الكوين هنا فتعملك بقى المانيفستيشن دي بس برضو الهفق هفق فكجنرال سيمطوم ما فيش فيفر ففرينجال سيمطوم هيبقى موالد سورس رود ييجي الدكتور مش هيلاقيك صخم يبص بالفرينجال ساينز كانت دا البيكان او سراش فتر مميز بايه هيعمل لك وايد باتشز هتبقى موجودة على الميكوز زي المنظر اللي ان شايفه ده كده فلما تيجي تشيل الوايد باتشز دي هتعمل ايه الطريجان طيب سيرفايكال ساين برضو نوع اللارجد لينفينود يبقى مع الفانجاي لا في فيفر ولا في اللارجد لينفينود كتريتمنت هتديلها لوكال انتي فانجل زي الميكو نزول او النستاتين وان انا بقى عالج بالكوز لو انت شخص عندك الايدز هناخده بعد شوية تتعامل معه ازاي او ان انت شخص دايباتك بقى تنظم سكرك وكده ده بالنسبة ليه لو السبب فانجوي نيجي بقى لو السبب فيرال انفكشن هناخد اتنين حاجة اسمها الانفكشو اسمه النيوكليوزيس وحاجة اسمها الانفكشو اسمه النيوكليوزيس القزط بارجانيزم عندنا تمام طبعا بيعمل لنا حاجة اسمها الجيلانديولار فيفر تمام او الاسم التاني اللي بقى كسينجزيز لان هو بيتنقل عن طريق السلايفا السمتمز بتاعته الفيرال انفكشن هعمل رابط انصت للفيفر برضو وهدك وانروكزة وماليزة حاجة جينرال فارينجل برضو سيفير سورس روت وريفيرد وطالجي هيجي الدكتور يقسلك الحرارة علاية حرارتك عالية وعندك بقى الانفكدنوباسي واسفلينوميجلي ليه بقى قالك مونيوكليوزيس دي معناها ان انت عندك المونوسايت موجودة بكمية كبيرة اوي طيب الخلايا دي اصلا بيتكسر في الريتيكولو انتسيلم سيستم اللي هو الليفر والليسبلين والليمفنول فبالتالي هي موجودة بكمية كتير فهتتكسر كتير فتعملك الليسبلينوميجلي والليمفا دينوباسي طيب كفرينجل ساين فورميشن للفولس ميمبراين زودوميمبراين ويتش اس بايلات علشان كده قلتلك ان الزودوميمبراين بيتكون في الحاجات اللي هي الاسبيسيفيك شوية زي ما اخدنا في الفينسنت انجاينا وزي هنا في اللينفيكشوس مونونيوكليوزيس سيرفايكال لينفنود هتلاقي اللارج التندر دي بسيرفايكال لينفنود تمام طيب نيجي بعد كده ليه الانفستيجيشن سهل جدا اتعمل ايه هتاخد عين الدم هتلاقي عنده مونوسايت كتير اوي وهتلاقي عنده لينفوسايت بس هتبقى اي تبكال فسيرونجيكال تست تمام مفروض جسمك هتكون انتباضي اجانست الابستوينبور فيروس بس الانتباضي اللي هتتكون هتبقى اتيبك ليه بقى؟ منت عندك اتيبكال لينفوسايت فطبيعا هي هتكون اتيبكال انتباضي فطبعا سيرولجيكال تست هاعتمد على الهيم اجليتنيشن تست عندنا حاجة اسمها البول بانل تست هو هو بالضبط المونوسبوت تست بس الفكرة انا عملاها لاني ار بي سيز في البول بانل تست انا واخدى سيرم من العيان بس عملاها لشيب ار بي سيز لكن المونوسبوت تست انا واخدى برته سيرم نفس العيان بس عملاها على ار بي سيز بتاعة فورس فيحصل اجليتنيشن عندنا ده السيرولجيكال تست يبقى معنى كده ان هو عنده الابستوينبور فيروس طيب كاترين منت انهدي انتبايوتك سيرم اذا ده فيرال انفكشن تديلي انتبايوتك ليه علشان امنع السكندري بكتريال انفكشن بس خلي بالك مش هتدي اي هتدي اي انتبايوتك مع عداء الانبسل ليه بقى؟ قالك لانه جزيقات الانبسلن شبيهة بالانتجن بتاع الفيروس فبالتالي الانتباض اللي تكونت في جسمك دي هتتخانق مع الانبسلن اللي انت اخدته ده فيعمل لك هايبر سينستيفيتر اكشن فيعمل لك اسكن راش فعشان كده هتدي اي انتبايوتك مع عداء الانبسلن تاني حاجة عندنا بقى ان انت ترتاح تشرب سوال كتير تاخد انانجيزك انتبايوتك معروفة وبعد كده عندنا سيستيماتيك استرويد في السيفير كيزيز ليه بقى؟ اصلا في السيفير كيزيز هيحصل اديمة وهيحصل انفلاماتوري راكشن راهيب قوي فبالتالي هيعمل في التنسلز تمام؟ والتنسلز دي لو كبرت هتسدي لك هتعمل عشان كده بدي السيستيماتيك استرويد عشان تقلل الاديمة تمام كده يبقى اول نوع فيروس معنا اللي سببه الابشتيام بار فيروس طيب نجي بعد كده على الايدز الاكوارد اميون دفيشانسي سندروم سببه الهيومان اميون دفيشانسي فيروس كلين الكلبيك تشر جنرال منيفستيشن بور جنرال كونديشن ليبقى؟ شخص منعته ده وقع اي ارجانيز برايح جاي هيخبط فيك يعني اول ما يجي لك عيان عنده منيفستيشن متشكلة في جسمه كله خلاص شك في الايدز على طول طيب كفرينجي المانيفستيشن اول حاجة يحصل هايبر تروفي للفرينجي التونسل تتوقع عليه وانا بشبهها بمثال نفس حالة كده الميكس ديما يعني هو مثل بعيد شوية الناس اللي هي بيبقى عندها الميكس ديما اللي هي عندها نقص الصيرويد هرمون الناس دي بيبقى عندها كمية اليود قليلة بس لما تيجي تبص على الغضة عندها بتلاقي الغضة عندها عملة تكبر هي متوقعة ان هي كل ما تكبر هتقدر تعوض المقص ده نفس الفكرة هنا بالضبط انت شخص منها تقوعة فبتيجي التونسل اللي هي الفانكشن بتاعتها منها عملة تقبر في نفسها فكرا ان هي لما تعمل كده هتقدر ان هي تحارب الارجانيزم اللي دخل ده فاشان كده بيحصل هايبردروفي للفارينجيال تونسل زي ما حاجة بقى زي ما قلنا اي ارجانيزم رايح جاي يخبط فيك الكارنت سيفير كانديديازيز اللي احنا دسة واخدينه ان هو فطر هفق هي اعمل لك سيفير كانديديازيز وفيرل بقى فارينجايتس ويعمل لك ألسر ويعمل لك حاجة اسمها الهيري ليوكو بلاكا هيري ليوكو بلاكا دي عبارة عن وايت باتشز كده بتبقى موجودة على الميكوزيز شبه الشعر كده وهو موجودة على الاسكن والباسمينتس من برين بيبقى انتاكت وفي حاجة اسمها الكابوسي ساركوما ده عبارة عن مليجننت تيومر بيجي فيه وبيبقى محوض بي ده بالنسبة ليه اعراض اللي سيبقى جرر المانيفستيشن بور كونتشن فرينجا المانيفستيشن يحصل فيها هايبر تروفي يحصل لك من اي ارجانيزم والكابوسي ساركوما طيب نكمل بقى وطبعا كاينفستيجاشن اكيد وخصوصا هعمل الالايزا لازم محجز العين ده في المستشفى حالا ده بالنسبة ليه يبقى اخذنا منها اللي هو بسيطة جدا سببها فيروسات فيرال انفكشن زي دور البردور كده او بكتيرال انفكشن واخذنا بقى حاجات سبسيك شوية بكتيرال انفكشن زي الفينسنت انجاينا وبقى الانفكشن اخذنا الايدز والانفكشن من اليوكليوزس وبعد كده اخذنا الكانديديزيس نيجي بقى بعد كده على الكرونيك كرونيك فارينجايتس عندنا حاجة برضو كرونيك سيمبل فارينجايتس من اسماها كرونيك سيمبل فارينجايتس يبقى معنى كده نتيجة ان انت بتتعرض لريقورنت اكيوت اتاك من الاكيوت فارينجايتس ده السبب او بقى بتبقى ايه بمثلة الهابتس شوية يعني مثلا انت بتتنفس مبققك نتيجة ان انت عندك نيزة الابستركشن اه فبالتالي بقى ايه ارجانيزمي عمالة تدخل مع من الورال كافتي فبيحصل برضو التهاب فارينجايتس او انت شخص مدخن او ان انت عندك ايه الجرد اللي هي الارتجاع مردي فالسيمطوم عندنا history of repeated attack للأكيوت فارينجايتس زي ما انا ما عملت كده في اول الفيديو ده هي كل الحركة اللي انت بتعملها دي تمام طيب الكرونيك سيمبل فارينجايتس بقى بتمر بتو ستيج الكرونيك فارينجايتس زي اه 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 احنا قلنا انها بتيجي نتيجة الكرونيك تأتيك من الاكيوت فوقت ما بجيلك الاكيوت بتبقى كترال ده بيبعباره عن مالد هايبريميا اوف الفارينجا الميكوزة طيب الحالة بقى ذات نفسها الكرونيك نفسها بتبقى هايبرتروفي كرونيك فارينجايتس بتبقى عاملة سكاترد سمول لديور زي على البستيرير فارينجا الوول ديوتو خايبرتروفي لصاب إبثيليا مليوفويت تيشوف بتديلي الجرانيولار أبيرانس طبعا التريتمينت ان انا عالج ايه البيرتسبوذينك فاكتر بس كده ده بالنسبة ليه الكرونيك سمبل فارينجايتس تماما عموما ده الشكل ده كده ده ما نسبسافيك لكن عندنا بقى بالنسبة للسبسافيك او الكرونيك سبسافيك انفلاميشن التبي التبي اكتر مكان بتحب بتبقى موجودة فيه في اللونج في 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 فالتالي يبقى معنى كده ان هي جات لك من الرأة تمام بالاخر يعني كده بتكون لك الالسر دي شكلها بيبعمل كده وبتبقى والفلور بتاعتها دي بقى بتلاقيها يلوش ليه؟ زي ما قلنا الكازييشن تريتمنت انا هدي دوة اجنس تي بي انت تيبيركلاس تيرابي بس كده ده بالنسبة لي التيبيركلاس فارنجايتس يبقى احنا كده اخدنا الفارنجايتس جواها هي ذات نفسها هي احنا مش نتيجة سيستيماتيك ديزيز او حاجة اديوباسي واثرت على على الفارنكس لا جواها هي اكتوت فارنجايتس واخدنا الكرونيك فارنجايتس نيجي با يتكمل عندنا افرنجا المانيفستيشن اف سيستيماتيك ديزيز بقى ده عبارة عن ايه انفلاماتري ديس اردار اف الميكوز اللاينج اف الفارنكس ديوتو سيستيماتيك ديزيز تمام الطيبس بقى ممكن يبقى بلاد ديزيز زي الااجرانيول سايتوزز او الاكيوت ليوكيميا او ممكن يبقى السبب مش معروف زي ريكارنت افسس ألسر او الباسد سايتزيز اللي هو مرض بها جدا تعالى بقى ناخد اول حاجة الااجرانيولوسايتوزز من اسمه ااجرانيولوسايتوزز يعني مفيش جرانيولوسايت بتتكون جرانيولوسايت هي هيها المونوسايت طيب اصلا مين تكوين عن الجرانيولوسايت دي بس يسيد احنا عندنا الجون مارو هو المسؤول عن تكوين خلاه الدم سوى بقى كانت او كانت مثلا بليتليت او كانت وايد بيسيز تمام؟ فبالتالي ما تكونتهاش يبقى معنى كده حصل مارو ديبريشان ليه بقى؟ مو كان السبب يبقى ديوباث او نتيجة كسايد افكت لاي دواء مثلا انت بيتوكلوران في نقول مثلا انت ميتوتك الميزتريكسيت او انت اميتك زي الكرومبرمازين طيب انت شخص ما عندكش مناعة برضو فبالتالي هيجيلك كتير ثاني حاجة كفرنجة هيبقى عندك بس المرة دي بقى هيبقى عندك لان مفيش حاجة هتوقف الارجانزم اللي دخل ده عند حده فهتكون وهيحصل نكروزس كتير قوي وهتلاقي حولين مفيش اي هاي بريميا هتلاقي المكان ده بيل ليه بيل؟ لان ما حصلش انفلاماتر اكشن هو من المسؤول عن انفلاماتر اكشن ده؟ خلايا المناعة فهو مفيش خلايا المناعة فبالتالي مفيش انفلاماتر اكشن حشان كده هتلاقي الموضوع التستنسف شوية طيب هتاخد عين الدم من العين ده هتلاقي عند اليوكوبينيا تمام؟ والبون مارو اسباريد الحتة بقى الدياجنوستيك لان هي سبب بون مارو دي بريشن فهتاخد ايه؟ عينة من البون مارو استرنال بانكشور دي دياجنوستيك تريتمنت لازم توقف في الدوة اللي عمل البون مارو دي بريشن ده حالاً وبعدين وتحجز العان في المستشفى عشان الانفكشنز بقى كفاءة للحد كده وتنقله دم ده بالنسبة لي الاجرانيورسايتوزز الاكيوط اللي الكيميا شبيهة ليها تماماً بس فيه بس يعني اختلاف هنقول دلوقتي ايه هو اول حاجة؟ اليو كيميا جايه اصلاً نتيجة نيو بلازم في البون مارو طيب البون مارو زي ما قلنا بيكون الاربيسيز والوايد بيسيز والبلاتلت فبالتالي نيو بلازم حيحصل جنان في الخلايا اللي هتكون الوايد بيسيز تما كده المفروض الريزيستنس تبقى زي الفل يعني مسكد هنا الوايد بيسيز اللي هتتكون ماتيور مالهاش اي لازم هي عملت تتكون بكمية كتير عالفوضي وجايه على الاربيسيز لا في اربيسيز ولا في بليتلت فالعيان ده منعة توقع زي في حالة الاجر اليولوس هيتوزن من ناحية وهتلاقيه اناميك وكمان هتلاقيه عنده بليدنج تندنسي ديوتو سرومبوسايتوبينيا فكجنرال مانفستيشن زي ما قلنا بيلور لانه هو عنده انيميا والبليدنج والريقارنت انفكشن والوايد بيسيز اللي عملت تتكون عملاء البطاله مالهاش اي لازمة دي هتتكسر في الريديكول انديسيليان سيستم فتلاقيه عندو سبلينو ميجيني وسترنال تندرنس طبعا لان السترنال عندنا دي عبارة عن سبونجي بون بيكون موجود جواها البون مارو ففيه انديو بلاسم في اجزاء من البون مارو فتضغط عليها هتلاقي في باين طيب فريجة المانفستيشن با عندنا هتلاقي عندو سورس روت وريفير دوتالجيا وبردو اكسسنسف نيكرواتيك ألسريشن ومالتبل هيمريجيك بيتيكي وانتفرنجة الميكوزة بسبب استرنبو سايتوبيني يعني نفس اعراض الاجرانيولو سايتوزوس بس زي ما قلنا ايه هزود عليه الهيمريجيك بيتيكي دي وان هو انامك وعندو بليتنجة تندنسي برضو الانفستيجيشن هتاخد عين الدم هتلاقي عندو مركة ليوكوسايتوزوس وانيميا وسرونجوسايتوبينيا وبردو بون مارو اسفيريت وده دياجنوستيك التريتمنت زي ما عملنا مع الاجرانيولو سايتوزوس هحجز العين ده في المستشفى عشان السيكاندري انفكشن وانقله دم وكمان ممكن اديله بقى كيموسرابي ووزرع نخي عبون مارو ترانس بلانتيشن ده كده بالنسبة ليه السيستيماتيك ديس اردر يعني اي سيستيماتيك ديس اردر يعمل لك فرنجة المانفستيشن اخدنا الاجرانيولو سايتوزوس والاكيوتلي كيميا الاثنين في الحالتين العيان ما نعطوها يعمل له ريكاريند انفكشن يدخ ويعمل له مفروض ان انت فكر بقى من عندك هيبعنده في نكروزوس كتير قوي لان مفيش خلايا منها تحميه طيب نيجي بعد كده لو السبب اديوباثيك احنا مش عارفين السبب ايه اصلا حال تيه يا اما مرد بها جده الريكارينت افسيس السر ده الكومينيس توكوز الاورال اندفارينجيال السريشن الاتيولوجي انون اي حاجة انون طالما احنا حاجة مش عارفين السبب بتاعها حطايا اوتو انيون فيتامين ديفيشانسي استرس وفي الاغلب عندنا طبعا بتطلع لنا كلنا ايه من امتحانات بسبب الاسترس الجنرال مانفستيشن هي لها جود جنرال كوندشن يعني الحمدلله بتخفى الواحدة وزي الفل فارنجة المانفستيشن بتلاقي عندك سنجل او ملتبول فاريبل سايز ديفيه بتبقى مقول لي ما بصراحة بيبقى حولها كده شوية هاي بريميو احمرار وبتخفى الواحدة من اسبوع لسبوعين تريد من تهدي لوكال كورتيكوستروي لان احنا قلنا ممكن يكون السبب ايه اوتو اميون احنا مش عارفين بس ممكن تمام ده بالنسبة لي الريقارنت افسس الاسر نيجي بعد كده على مرض بهجت برضو السبب بتاعه مش معروف لحد الآن شبيهة برضو بالريقارنت افسس الاسر بس هنا بتيجي في الاورو فارينكس الافسس لكن مرض بهجت بيجي في الاورو فارينكس بيجي في الاوي وبيجي كمان في الجين تانية وبيعمل بروغريسف سنسرون يرونر هيرنجلوس محد يش يسأل ليه عشان احنا مش عارفينيه فارينجة المانفستيشن الريقارنت مالت بالسمول بينفول اورال اندفرينجي الافر بيتبقى موجودة في جروز ده بالنسبة لي مرض باعكد كده خلصنا اول جزء الحمد لله ان شاء الله يعجبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته